عرض النتائج بالأرقام على المواطن السوري الذي يتألم من كل ما فقده وإن كان أعزاء أو أصدقاء خلال السنوات الماضية أن يدرك بأن هذا القرار كما ذكرت وتفضلت في سؤالك وهزيل يعني النتائج بحداتها وتعداد الدول التي صوتت ضد هذا القرار يدعو للتساؤل لذلك يدعو أيضا ما هو جدوى أو قوة هذا القرار عندما نجد أن الدولتين عظميتين كالصين وروسيا تقف بواجه هذا القرار هذا واحد دولتين تدعمان نظام الأسد على الأرض وليس فقط في القرارات الدولية وهم جزء من الألم السوري وخاصة الروس الذين وأيضا ضمن تقرير سابق لمجلس حقوق الإنسان أو للجنة التحقيق خاصة وليس لمجلس حقوق الإنسان لأن أيضا المواطنين السوريين مع وجود التيران الروسي وعدة تيران لدول أخرى على الأرض السورية هناك آلام أخرى يسببها ذلك وهذا ما دعا مجلس حقوق الإنسان أو جزء منه لكي يلتأم أيضا نوعي بوجود الأرقام لعندما نجد 15 دولة تقف على الحياد هذا يعني أيضا أن القرار يدعو للتساؤل أعتقد بأن مجلس حقوق الإنسان وهيئة غير تنفيذية وهو أشبه بهيئة حقوقية تدعو وتدعو وتدعو ولكن ليس لديها قرارات ملزمة لا للمجلس الأمن ولا للأمم المتحدة بهيكالياتها ولا لدول العالم عدا عن ذلك أيضا القرارات عادة التي اتخذت حتى بمجلس الأمن على الأرض مع وجود القوات الروسية هي بالذات خلينا نقول عن إدخال الغذاء إلى المجتمع السوري فرضا هناك قرار سابق في إدخال الغذاء إلى المجتمع السوري بغض النظر عن أي حدود ممكنة بأي مكان يمكن لأي دولة تقدم مساعدات أولى المتحدة تجد مكان يمكن دخول منه عليها أن تقديم الغذاء هذا لوحده كافي بأنه لا يحتاج إلى قرار دولي وآخر الاجتماعات الأخيرة يعني ما الطرق أو الوسائل البديلة خارج لو تم تحرك خارج المنظومة الدولية مثلا على سبيل المثال التحرك أوروبيا كما جرى في نظام الولاية القضائية التي تم محاكمة مسؤولين عن الانتهاكات ومجرمين للحرب ممن أدانوا باستخدام القوى في سوريا يعني هل من طرق أخرى يمكن اللجوء والتحرك من خلالها برأيك؟ هناك طرق تدأت طبعا بعض المنظمات الحقوقية بالاتحاد الأوروبي تدأت من ألمانيا طبعا وبعض الدول الأخرى بتحرك مباشرة تجاه أشخاص بعينهم وليس ضد الدولة السورية لكن عندها إدانة أشخاص بعينهم عمليا ينتهي الأمر إلى إدانة المسؤولين السوريين المسؤولين عن هذه جرائم منظومة النظام الأسدي هذا بالمعنى الخاص الذي كان السبب لكل هذه الألام أعتقد بأن أمل الشعب السوري على الأمم المتحدة ضعيفة والأمم المتحدة تدرك ذلك يعني لنعد كم مبعوث دولي حتى الآن للملف السوري ولم نخرج بشيء على الإطلاق لم نخرج حتى بإخراج معتقل واحد من السجون لم نخرج حتى بإيصال غذاء إلى منطقة محاصرة بشكل جدي ومباشر إلا عن طريق طبعا سمسرات دولية بشكل أو بآخر وإرضاء لبعض الدول على حساب مصالح السوريين هذا عاد عن ذلك لذلك الاختفاء القصري الآن هناك حديث أنه غير قادرين على تحقيق عمل سياسي للشعب السوري والانتقال إلى مرحب على أكثر أمن بعد عقد من الزمن من الآلام على الأقل ما يمكن انطمن الأمهات اللي فقدوا أولادهم يعني خلينا كل واحد مننا يحس بأنه عنده ولد مفقود ما بيعرف وينه هو طيب ومش طيب يعني حق إنساني آدمي أقل ما يمكن أعرف أنه هذا الولد وين مصيره إذا كان توفي يقدر أعمله ما يليق به هذا الألام لأم المؤمن المتحدة تركز عليها بمجلسها بأنه أقل ما يمكن نوصل رسالة أخلاقية للبشر اللي فقدوا أعزائها شكرا جزيلا شكرا الكاتب الصحفي حافظ قرقوت على هذه المداخلة كنت معنا من استوك هولم شكرا لك